اشتركوا في القناة لذلك أن الإنسان لا يستطيع أن يحقق وصية الله للأولين والآخرين إلا بمعرفة معنى التقوى الله تعالى يقول وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِتَّقُوا اللَّهِ فالله أوصى الأولين والآخرين الإنس والجن الصغار والكبار الأنبياء وأوصى غيرهم أوصى الجميع بتقوى هي والوصية التي شملت كل أحد لا يخرج عنها أحد مهما على مقامه أعلى الناس مقاما من الخلق وأرفعهم منزلة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والله يقول له في محكم الكتاب يا أيها النبي اتق الله فيأمره بالتقوى التقوى حقيقتها يسيرة توصيفا وبيانا لمعناها وهي أيضا يسيرة ممارسة وعمل لمن يسر الله تعالى له ذلك يقول العلماء في تفسير التقوى أن تطيع الله على نور من الله رغبة فيما عند الله وأن تترك معاصي الله مع المحار والمناهي على نور من الله رغبة فيما عند الله فخلاصة ما قيل في على نور من الله خلاصة ما قيل في التعريف هو أن التقوى فعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى الله تعالى عنه هذا الفعل والترك هو فعل ممارسة لكن ما الباعث عليه رغبة فيما عند الله وخوف مما عنده جل في علها رغبة في ثوابه وخوف من عقابه هذه التقوى الحقيقية التي بها يبلغ الإنسان أن يكون من السعداء الناجين في الدنيا والفائزين السعداء في الآخرة لذلك التقوى حقيقتها أن تمتثل أمر الله عز وجل في الصلاة في الصوم في الحج في الزكاة في حق الخلق من الوالدين والأولاد والزوجات وغيرهم وفي حق أيضا الله جل في علاه بأن تقيم حقه بتوحيده وسائل أعمال الواجبة له سبحانه وبحمده هذه الكلمة أو هذا الوصف عنوان كلمة كلمة لا إله إلا الله اعتقادا وعملا هذه الكلمة هي كلمة التقوى التي من وصرت له قولا واعتقادا وعملا كان من الفائزين التقوى ليست أمرا صعبا إنما أن يبذي الإنسان جهده في رضا الله جل في علاه بفعل ما أمر به وترك ما نهعا راغبا فيما عنده وخائفا مما أعده للعصات أسأل الله أن يجعلني ويقوم المتقين ليست التقوى بالتحلي ولا بالتمني يعني ليس أمرا يتزين به الإنسان أمام الناس ولا بالتمنى أنه يتمنى مجردا عن عمل إنما التقوى ما وقر في القلب وصدقه العمل في أنبغى أن يفتش الإنسان عن التقوى في قلبه ابتداءا ثم أن يترجم ذلك في عمله وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا وأشاره إلى صدره صلى الله عليه وسلم أي التقوى ما عمر به القلب من محبة الله وتعظيمه من خوفه وإجلاله من الرجاء فيما عنده سبحانه وبحمده وسائر ما يتعلق بأعمال القلوب ثم بعد ذلك هذا يترجم إلى أقوال زاكية وأعمال صالحة وعلاقات بناءة هكذا يكون إنسان متقين فليس من التقوى أن تقول بلسانك ما لا ليس في قلبك وليس من التقوى أن تزعم الصلاح في جانب ثم تنتهي حقوق الخلق في جانب فبل هذا اختلال في التقوى ونقص فتكمل التقوى هو أن يكون إنسان في كل ما يأتيه في كل ما يذر مراقباً لا يعني أنه ما يقع في معصيه كل منه أدم خطاه لكنه سرعان ما يؤوب ويرجع ويثوب إلى ربه جل في علاه فيكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الخطائين التواب يرجع إلى الله عز وجل وينكسر بين يديه ويسأله المغفرة والعفو يرد الحقوق إلى أهلها إذا كانت الذنوب والمعاصمة يتعلق بحقوق الخلق وبذلك يحقق التقوى فالتقوى التزام الأمر وتركه النهي رغبة فيما عند الله والتسديد والمقاربة بكثرة التوبة والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل في التقصيرين تقصيره فيما أمر به أو تقصيره في ارتكاب ما نهي عنه فإنه بذلك يكون من المتقين نسأل الله أن يجعلنا من عباده المتقين وحزبه المفلحين وأوليانه الصالحين أمين حسن الله إليكم